اشتركوا في القناة وذلك بناء على المؤشرات الوطنية وبعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة وبالتنسيق مع مركز جملايا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في الاتحاد الروسي وأشار الفريق الوطني الطبي بأن هذه الموافقة على إتاحة الجرعات المنشطة للحاصلين على تطعيم سبوتنك تعتبر الأولى على مستوى العالم وذلك استمرارا للجهود ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر